بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة أحببت أن أتأمل معكم هذه الدراسات المنشورة على موقع جامعة هارفرد أنا طبعا لدي عدد كبير من الانتقادات من قبل ملحدين كلما تكلمنا بكلمة قالوا أين المرجع من أين هذه الدراسة أين منشورة هذه الدراسة لذلك أنا قررت أن أقرأ حرفيا من مواقع معترف عليها عالميا أنا أفتح أمامي الآن موقع جامعة هارفرد مقالة منشورة في أول فبراير 2021 عن التفاؤل طبعا أنا يمكن أن أقول سيد التفاؤل هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحزن لم يكن يتوقع الشر كان يتوقع الخير دائما هذا النبي الكريم ظهر ذلك جليا في سلوكي في المواقف الصعبة جدا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا عندما حزن سيدنا أبو أبو بكر رضي الله عنه وربما كان يتوقع أو يخاف أن يصل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي الدعوة إلى الله في ذلك الوقت النبي كان متفائلا لم يكن يتوقع الشر كان يتوقع الإيجابيات يتوقع الخير يتوقع حدوث شيء خير من الله سبحانه وتعالى لأنه يثق بالله لا تحزن إن الله معنا النبي كان يعجبه الفأل الحسن كان منهج حياته منهج حياته وتفاؤل حياته كان التفاؤل أيها الأحبة ونحن ينبغي أن نقتدي بهذا النبي الكريم طيب جامعة هارفورد عام 2021 ماذا تقول تقول التفاؤل هو شعور جيد يرتبط توقع حدوث أشياء إيجابية بسعادة وصحة أفضل يعني عندما تتوقع الخير هذا ينعكس على نظامك المناعي وعلى صحتك وعلى مستوى السعادة لديك طبعا موقع الجامعة أيضا جامعة هارفورد يقول إن الإنسان المتفائل الذي يتوقع حدوث إيجابية يكون لديه احتمال الإصابة بالنوبة القلبية قليلا وخطر الوفاة المبكر أيضا احتماله قليل سبحان الله يعني التشاؤم يقودك للموت المبكر التفاؤل يقودك لعمر أطول طبعا الأجال محددة ولكن لها أسباب طب أنا قبل أن أكمل أيها الأحبة يجب أن أقرأ حديثا عن نبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره ماذا قال له ماذا يقول ماذا يأمر النبي قال بشروا ولا تنفروا هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وغيره بشروا بشروا يحب التبشير الاستبشار بالخير بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا يعني يعني حاول دائما أخي الحبيب إذا أردت أن تلتزم بكلام هذا النبي الكريم حاول أن تتوقع الشيء الإيجابي حاول أن تتوقع الخير حاول أن تتوقع أن تكون نظرتك إيجابية للجانب المشرق من الحياة وليس للجانب المظلم هذا ما تقوله جامعة هارفرد أتابع معكم أيها الأحبة موقع جامعة هارفرد يقول في هذه المقالة إن التشاؤم يشعرك بالسوء ويجعلك مكتئبا أو قلقا ويحافظ على تنشيط نظام القتال أو الهروب لديك الإنسان أيها الأحبة مثل كل الحيوانات وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجنحيه إلا أمم أمثالكم فنحن كبشر أو حتى كحيوانات بالنسبة للكائنات الحية زودنا الله بآلية للهروب للدفاع عن النفس هذه تحميك في المخاطر فعندما تتوقع الشر فإن الهرمونات نسبة السكر في الدم تزداد هناك عمليات كثيرة تتم لا تشعر بها تهيئ جسدك للقتال تبقى في حالة قلقة حالة حرجة وهذا يؤدي كما تقول جامعة هارفرد لست أنا من يقول أيها الأحبة إلى حدوث التهابات مزمنة مرتبطة بعدد من الأمراض سبحان الله يعني أصبح أصبح الآن أيها الأحبة التفاؤل يمكن أن يخفف الالتهابات شيء عجيب والله أيها الأحبة نحن عندما نذهب إلى الأطباء نادرا ما يقول لك تفائل يعني أتمنى من أطبائنا وبخاصة المسلمين أن يبعثوا روح التفاؤل في المريض يبشروه بالخير دائما للأسف نسبة قليلة تفعل ذلك دائما أو غالبا نجد الطبيب يخوف المريض من أجل يقول لك أن يستعد أن كذا أن كذا ولكن الصحيح أن تعطيه نظرة متفائلة لأن هذه النظرة المتفائلة ترفع وتنشط النظام المناعي وتقيه من شر الكثير من الالتهابات المزمنة طيب أيها الأحبة يعني هنا هنا يقولون هل تخضع نفسك يعني هل أنا مثلا أتفائل بالخير أفضل أم أنني أنظر نظرة واقعية وأتوقع الشر أفضل طبعا يقول تقول الدراسة هنا إذا كنت إذا كنت متفائلا فإنك تقوم بتصفية البيانات التي تبدو سيئة لما تريد أن تفعلهم طبعا أنت ظاهريا تخدع نفسك ظاهريا ولكن في الحقيقة أنت عندما تتوقع الخير دائما فإنك فإن دماغك يحاول أن يعمل القرارات لديك يعني منطقة الناصية مسؤولة عن القرار تحاول ستصبح قراراتك أفضل أفضل وأدق وذات صوابية أعلى يعني تصبح صحيحة أكثر مما يساعدك على النجاح أكثر ويساعدك على مواجهة الواقع أكثر طبعا هنا يقول البروفيسور سيجل في هذه الدراسة كن على ثقة في نفسك أنك ستكون قادرا على الارتقاء إلى يعني مستوى أعلى في التعامل مع مختلف الأحداث وأن الأشياء ستنتهي بشكل جيد طبعا هو يقول لن تغير الواقع الواقع السيء سيحدث ولكن أنت عندما تتفائل بالخير يصبح جسدك ونظامك المناعي أكثر قدرة على مواجهة السوء لذلك من هنا من هنا نعلم لماذا أمرنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن نتفائل بالخير تفائلوا بالخير تجدوه وأن نبشر ولا ننفر نبشر يعني ما معنى بشر نتوقع الأفضل نتوقع الأشياء الإيجابية وبالتالي أيها الأحبة أنا أرى هنا يعني سألخص لكم هذه الدراسة بكلمات قليلة أختم بها إن الإنسان المتشائم الإنسان المتشائم يعمل على تدمير نظامه المناعي ببطئ موت بطئ للنظام المناعي يزيد من احتمالات النوبة القلبية يزيد من كمية القلق لديه ويكون بسعادة أقل بينما الذي يتفائل تكون دائما صحته النفسية والجسدية أفضل نظامه المناعي أفضل قدرته على مواجهة المصاعب أعلى إذن أنا أود أن أطرح سؤالا الآن أيها الأحبة هذا النبي الكريم لماذا يأمرنا أن نبشر الناس بالخير لماذا يأمرنا بالتفاؤل لماذا يأمرنا بالتفكير الإيجابي طبعا لأن الله أرسله رحمة لنا قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبالتالي نقول لأولئك الذين ينتقدون هذا النبي الرحيم لماذا تنتقدون هذا النبي وهو يريد لكم الخير يريد لكم الصحة ويريد لكم الحياة السعيدة لماذا تنتقدون هذا النبي الكريم لذلك والله أيها الأحبة إذا تأملنا تعاليم هذا النبي اتركونا من الروايات والخرافات التي يروجون لها روايات تاريخية لا أساس لها صدقوني أيها الأحبة اقرأوا القرآن وصحيح الأحاديث النبوية ستجدون أن كل تعالم النبي بنسبة 100% هدفها أن يبعث فينا الحياة الإيجابية والتفاؤل وحب الخير وحب الخير للناس والعدل والإحسان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أحبتي في الله يعني أنا هنا لا أجد أفضل من هذه الآية التي وصفت هذا النبي بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم حريص بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين